هذه الحلقة برعاية أساسين كريت أوروجينز على الإكس بوكس 1 ولكن كان فيها نقص من نواحي عديدة القصة كانت عادية والرسوم مهي مبهرة والجيم بلاي كان موب حلو وأيضاً كان فيه طرل اولاين وكان جداً عادي وما فيه أي شي يتميز في طرل اولاين واللعبة بعد أكثر من 2 مليون ونصف نصخة حول العالم والغريب في الأمر أنه النجح في مبيعاته من رغم المنافسين في سنة 2011 وكان فيه لعبة Battlefield 3 و Call of Duty و Crysis الجزء الثاني و Battle Storm وكلها ألعاب منظور أول شوتر دائماً نعاني من موضوع جيب شي مشهور وحوله لفيلم أو لعبة وغالباً يطلع مفقع وخايز فهذا الليست عندنا لعبة المغنية الراف الشهير 50 هللة ولعبة اللي نزلتها للأكس بوكس والبلاي سيشن 2 وكانت كارثة من جميع النواحي وفعلياً قيمة اللعبة مفروض تسبع نصف ريال بنفس اسمه الأشياء اللي مفقع فيها أولاً الجيم بلاي كان مفقع جداً وثانياً التحكم يخليك تكره نفسك من تلعب اللعبة وثالثاً القصة جداً بايخة وأيضاً القليتشات هذه الحالة على قفة من يشيل وفي النهاية بعد اللعبة أكثر من 2 مليون نسخة أتوقع أنكم تعرفون السبب غالباً نشوف أول عروض للعب تكون جداً خرافية وجودة الفيديو تكون مذهلة ولما تنزل اللعبة تتفاجأ بالجودة وأيضاً تشوف أشياء ناقصة في اللعبة ولكن لعبة أليانز كالونيان مارينز خربوها بزيادة وعرضوا اللعبة في إيذري بجودة خرافية وجميلة وفي النهاية اللعبة لما نزلت ما كانت تشبه العرض ولا واحد بالمية ومن قوة النصبة نرفع عليهم قضية والمصيبة اللعبة كانت من الصعب أنك تلعبها لأنها مليانة قليتشات وتحكم مخيصة فوق كل هذا اللعبة بعد أكثر من مليون ونصف نسخة حول العالم ومن توسط تقييم اللعبة خمسة من عشرة أغلب الجامر استفقون أنه من أسول العاب على مرة تاريخ هي لعبة سونيك 2006 اللعبة مصخر بمعنى الكلمة ومن الصعب تختم اللعبة لأنه أصعب شي في اللعبة هو كيف تتفوق على قليتشات وهم شي يكون عندك صبر لأنه اللعبة عبارة عن بنك من القليتشات كل القليتشات اللي شفتها في جميع العاب ممكن كلهم مجتمعين في اللعبة واحدة وهي لعبة سونيك والظاهر أنهم يوم سووا اللعبة سووا تحدي وقالوا ويش رايكم من سوى أسوأ لعبة في التاريخ والمصيبة اللعبة باعت أكثر من مليونين نسخة فيلم The Matrix كان من أحد أجمل أفلام الأكشن ولما سووا فيلم The Matrix Reloaded كان فيه نكس في القصة وقالوا خلينا نحط باقي القصة في اللعبة وهذا هو السبب الرئيسي في أنه باعت اللعبة أكثر من أربع مليون نسخة بس هل اللعبة كانت حلوة؟ لا وألف لا اللعبة من الصعب لعبة من سوى التحكم وكان كل شي فيه سيء وممكن تقرأ الفيلم بسبب اللعبة ولكن بسألكم سؤال وأبغى إجابة هل تعيد أن قصة اللعبة أو الفيلم تكون جزء منها في فيلم أو لعبه ولازم تشتريها عشان تفهم القصة؟ أتمنى أن تكتبون هذا الشي في الكومنت وكذا نوصل إلى نهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وإذا أعجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك وأيضاً نتمنى في الكومنت أنكم تعطونا أفكار عشان نسألكم إياه في خمس أشياء وتوب تن وتروا فيها حلقات مرة كثيرة حق التوب تن وخمس أشياء لابد أنكم تروحوا تشوفوه خوشوا على القناة وفتشوا عليها ويطيكم ألف حافظ على المتابع ومع السلامة